هاي يا بنات أنا هيبة من قناة هيبة عامرة على اليوتيوب والنهاردة فيديو جديد بالتعاون مع قناة دونياتي وهو فيديو اتطلب مني كتير وهي طريقتي الخاصة في العناية بدوافري لو حابين تزوروا قناتي أنا أحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وتليز ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتي وقناة دونياتي أول حاجة الغذاء الداخلي زي إنك تشربي ميا كتير وتخلي أكلك دايما نصحي من أهم الأكلة اللي بيساعد على نمو الشعر والدوافر زي البيت والجوز والبرغل والبسلة لأنهم أغنية بفيتامين اسمه البيوتين أو فيتامين ايج وبعدين فيه الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والطماطم والقرع والكانتالوب دول أغنية بالبيتا كاروتين وبعدين عندنا الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والحبوب أو البكوليات علشان أغنية بالبروتين تاني حاجة الترطيب أنا بحب الزيود الطبيعية جدا أكتر من الكريمات لأنها طبيعية وما فيهاش أي بارفان تخيالي كده تيجي تأكل تفحية بإيدك تلاقي طعمة بارفان من الكريم اللي كنت حطاه يع على فكرة أنا برطب إيدي بالزيت بعد كل مرة أخسلها يعني لو غسلت إيدي 6 مرات في اليوم برطبها 6 مرات في اليوم طبعا فيه حاجات لازم تتجنبي تعمليها بضوافرك زي مثلا تغيير المفاتيح في العلقة ممكن تخلي أي حد يغيرهم لك فتح المعلبات ما تستخدميش أبدا ضوافرك ممكن تحركي القفل بطرف شوكة أو معلقة وبعدين افتحيها بصابعة لكن مش بضوافرك أبدا وبالنسبة بقى لتنظيف المطبخ لو عايزة ضوافرك ما تتكسرش يبقى لازم تخلي الجوانتي أقرب صاحب ليك حاولي تبعدي دايما عن المبرد المعدن الخشن لإنه بيدمر الضوافر استبدليه بالمبرد اللي بيكون نعم ومش معدن هو بطيق شوية في برض الضوافر بس مش بيقزيها في حاجة كمان أنا شخصيا ما بحبش عاملها هي المانيكير إني أروحي السالون وأنا أعيدي في المية وواحدة تيجي تشلي كل الجلد اللي مغل في الضوافر لإنه في نظري بيدعي في الضوافر جدا أنا بس في البيت بستخدم المبرد وطبعا لو في جلدة زيادة برزة من الجنب بقصها بالماس وقوعي تحاولي تشليها بأسنينك لازم تحافظي على نظافة الضوافر وتقريبا أنا نادرا لما بحط مانيكير لإني بحب أسيب ضوافري تتنفس على فكرة أنا قصيت ضوافري كلها بعض التصوير لإن الضوافر الطويلة مش مريحة قوي يعني للأسف في ناس كتير هتتخربش منك مش هتقدار يتحطي الكونسيلر بصوابعك مش هتقدار يتغذي مرتب بالطريقة العادية فالاعتدال كويس في كل حاجة يا ربي يكون الفيديو عجبكم وأشوفكم الفيديو اللي جاي باي باي